قتل أكثر من 250 مريضاً خلال 18 عاماً مهنته الطب لكن هدفه كان التخلص من مرضاه وصف بأنه أشهر قاتل متسلسل في تاريخ بريطانيا الاسم هارولد فريدريك شيبمن التهمة قتل 15 شخصاً المكان بريطانيا الحكم السجن المؤبد شيبمن المعروف إعلامياً بدكتور الموت أو ملاك الموت عشى طفولة عادية وكان متفوقاً أكاديمياً ورياضياً بارعاً إلا أنه تأثر كثيراً بوفاة والدته عندما كان في السابعة عشرة من عمره ما شكل علامة فارقة في حياته هارولد شهد موت والدته بسبب السرطان عن عمر يناهز 43 عاماً كان يراقب عن كثب كيف أن الطبيب كان يستخدم المورفين لتخفيف آلامها ومعاناتها مؤقتاً عام 1970 تخرج هارولد في كلية الطب وبدأ ممارسة المهنة في مستوصف بمقاطعة يوركشير كطبيب للأسرة وبعد خمس سنوات تم تغريمه بنحو 700 دولار لتزويره وصفات طبية وطاعته المخدرات وفي عام 1977 انتقل لمركز طبي في بلدة بمانشستر كبرى وظل هناك لخمس عشرة سنة شبمان اعتنى بمرضاه بهدوء واكتسب سمعة جيدة في البلدة ووصف بالطبيب الصالح والمحب للخير لكن لم يعرف سكان البلدة أن هذا الطبيب سيستخدم عقاراً مخدراً لقتلهم وهو نفسه الذي استخدمه الطبيب لتسكين آلام والدته قبل وفاتها استغل ثقة أهالي البلدة وقتل العديد من المرضى حتى إنه أقنع عائلاتهم بعدم وجود حاجة للتشريح ليبقى بعيداً عن الشبهات السلطات اكتشفت آنذاك أن نسبة الوفيات في عيادة شبمان تبلغ عشرة أضعاف مثيلاتها وكانت غالبية الوفيات من النساء كبيرات السن لكن لم تصل التحقيقات إلى أي دليل يدين الطبيب لكن العام 1998 شكل نهاية حياته العملية شبمان وقع في شر عماله عندما زور وصية مريضته التي كانت عمدة سابقة للبلدة التي يعمل بها بسط الوصية على حرق جثة الضحية وتحويل ممتلكاتها للطبيب أي شبمان ابنة الضحية لم تصدق الوصية وشكت في أمر الطبيب ليتبين لاحقاً أن جرعة زائدة من عقار المورفين قتلتها الشرطة استخرجت عدداً من جثث المرضى الذين كان يعالجهم هارولدا واتضح أن موتهم كان بسبب العقار ذاته مع ذلك أنكر الطبيب السفاح كل التهم واعتبرها مؤامرة ضده التفسير الوحيد الممكن لذلك هو أنه استمتع ببساطة بمشاهدة عملية القتل وتمتع بشعور السيطرة على الحياة والموت حرفياً على الحياة والموت وفي عام 2000 ودين هارولد من قبل محلفين في محكمة بريستون كراون بارتكاب 15 جريمة قتل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لكن المحققين يعتقدون أنه قتل أكثر من 250 شخصاً بين عام 1975 و 1998 قصة شبمان المرعبة انتهت بانتحاره داخل زنزانته عام 2004 وقبل يوم واحد من عيد ميلاده الثامن والخمسين